تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوات كل ثلاثاء حلقة اليوم من أصعب الحلقات لأننا بدنا نختار خمس مباريات ممتازة جدا لا تنسى لرجل خارق لرجل المباريات الكبيرة الرجل اللي بترنيه في النار وبتعرف أنه هيطلع لك بهادرك كريستيانو رونالدو أنا من الناس اللي بحظوظين اللي بتذكر بدايات رونالدو من أول مكان شاب صغير وسابق شعراته لليوم فأنا شفت مسيرته كاملة وبدأ أحاول أتذكر خمس مباريات إلو هيك بتفرق لما أتذكر رونالدو بتيجي عبالي خمس مباريات خلينا نبدأ فيهم معادة المباراة الأولى ما بتيجي عبالي لأني ما كنت أعرفها لأنها كانت مباراة بدايته مع سبورت إنجليش بونا ضد فريق مولي رانسي البرتغالي في 7 أكتوبر عام 2002 بدأ عمره 17 سنة سجل هدفين وصل للبرتغال لحظتها رسالة في موهب جديد جايتكم مش زي كل المواهب اللي مرت أما المباراة الثانية اللي بيذكر كثير فيها الناس كريستيان ورونالدو كانت نقلة نوعية في مسيرته مع ريال مدريد من لاعب ممتاز للاعب أسطوري حقيقة هو اللي عمله في عام 2016 مع فول فيسبول هدفين مقابل لشيء خسر ريال مدريد مع مدربه الجديد زين الدين زيدان وبدأ الكلام إنه والله ريال مدريد استعجل بهالمدرب وجابه مجرد مرعى ومجاملة وكل هالكلام رونالدو في القياب قال لا زيدان لا خلي الموضوع عليه هاتريك لا ينسى في مباراة ريال مدريد من لاعب مباراة ممتازة بس رونالدو لوحده أخذ ريال مدريد وكمل في لقب 16 والإيجاب بعده 17 وبعده 17 وثلاثية أوروبية تاريخية ما أعتقد لعشرين تلاتين سنة حدا يقدر يعملها أما المباراة الثالثة اللي رونالدو خير نحكي فرض عضلاته فيها على العالم كله فكانت مباراة البرتغال وإسبانيا في مونيديال 2018 المباراة اللي كثير صحف وصفتها إنها ربما تكون أفضل أداء خارق فردي للاعب في مباراة بكأس العالم هاتريك منوع مختلف أشكاله نهايته بركل حرة مباشرة لا تنسى هاتريك ربما يكون فعلا أحد أسباب هز الثقة ديخية من 2018 ل2020 أما المباراة الرابعة اللي نختارها معنا فهي ربما تكون أفضل أداء لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد رونالدو أمام أرسنال في نصف نهاية دول أبطال أوروبا بلقاء الإياب بعد مفاز الشيطين الحمر ذهابا واحد مقابل أشياء في ذلك اللقاء رونالدو سجل هدفين واحد منهم الضرب الحرة المباشرة الشهيرة الخارقة من مسافة بعيدة وأيضا صنع الهدف الثالث ليقود فريقه للفوز 3-1 ويخود ثاني نهائي أوروبي على التوالي حسب صحيف التليغراف اختارت هذا اللقاء كأفضل لقاء في مسيرة رونالدو بالقميص الأحمر أما أفضل لقاء بالنسبة للعالم يعني أنا أتذكر فيه لقائين العالم أجمع جمهو برشلونة ومدريد وكل اللي بيحب رونالدو بيكان رونالدو أجمعوا فيه لقائين أنه هذا الشخص مختلف على الجميع فبدأي أخليهم هم التوبوا واحد منهم ضد يوفينتوس واحد منهم مع يوفينتوس ضد يوفينتوس مباراة دور الثمانية الشهيرة مباراة الدبل كيك والفوز بتلات أهداف المباراة اللي سجل فيها رونالدو هدفين المباراة اللي أجبر فيها جمهور يوفينتوس لأول مرة يصفق لخصن المباراة اللي ربما تكون سبب شراء يوفينتوس لرونالدو هاتريك شهير دبل كيك تاريخي في حارس بالنسبة لكل جماهير يوبنتوس هو الأفضل بالتاريخ هذه المباراة الأولى والمباراة الثانية بالنسبة إلي كمشجع يوبنتوس فهي أجمل ليلة أوروبية عشتها في حياتي كمشجع لليوفي من بعد المباراة الفوز باللقب في 96 وأيام أكنت صغير فمستش قادر حتى أتذكر كل العواطف بقدر العواطف اللي ذكرتها في ليلة أتلاتيكو أتلاتيكو اللي فازت 2-0 ذهابا اللي تباهى سيميوني برجولته بعد الفوز رونالدو رد كل شي باحتفال سيميوني لهاترك تاريخي ضد أكبر نتيجة في التاريخ بتلقاها سيميوني خارج ملعبوا في لقاء أيام في دوري أبطال أوروبا عمل شيء لا ينسى واللي أهم من ذلك أنه قبل المباراة سألوا هل يؤمن جماهير يوبنتوس بالريمونتادا؟ قال نعم أهمله بالريمونتادا وهو كان الريمونتادا أهم خمس مباراة رونالدو بهذا الفيديو الآن زي ما بنعرف هذا الفيديو أنا بقول من وجهة نظري وما بطلب تظل وجهة نظركم لألكم أبدا لا بدنا نسمحها بالتعليقات عشان نتعلم من بعض شو أهم خمس مباراة لك روستيا رونالدو بالنسبة لكم ترجمة نانسي قنقر